رائقة الملامح والتباع صديقة الجميع التي يكتب عليها أن يكون الألم رفيق عمرها القصير الفراش الرائقة صاحبة الوجه الطفولي والابتسام الهادئة الراحلة مرنة المهندس ولدت مرنة عبد الفتاح محمد رجب الشهيرة بمرنة المهندس في 3 مايو عام 1976 ولقبت بالمهندس نسبة إلى المخرج حسين حلم المهندس لأنه كان له الفضل عليها في اكتشافها درست في معهد البالي والمعهد العالي للفنون المسرحية عاشت مرنة مأساة أسرية رير مستقرة وعلاقة غريبة بين والدتها وولدتها حتى أن والدتها ارتكبت جريمة وقامت بقتل والدها وهربت وقتها من حكم بالسجن لمدة 7 سنوات وقيل وقتها أن القتل كان دفاعا عن النفس معاناة مرنة لم تنتهي عند هذا الحد ولكنها امتدت لشقيقها عادل الذي تورت مع المتاجرين بالمخدرات وبدأت القصة عندما وردت لدها شرطة مكافحة المخدرات معلومات تفيد قيام أحد المهربين وهو مصر يحمل الجنسية البريطانية ويدعى حسام الدين عبدالله حسن بجلب كميات من المخدرات من هولندا وتبين أن المتهم الهارب عادل عبدالفتاح محمد رجب عمره 22 عام هو شقيق مرنة المهندس يعاونه في ترويجها وهاجمت قوة رجال الأمن منزل شقيق مرنة وألقت القبض عليه بدأت مرنة دخول العمل الفني في الأعلانات منذ أن كانت بسن صغيرة وظهرت بعمر الطفولة في عدد من الأعمال التلفزيونية في فترة الثمانينات وشاركت بعدها في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية أبرزها تقدمها لدور ليلة في الجزء الأول من المسلسل التلفزيوني توقفت عن العمل الفني وأعلنت أعتزالها بعد اشتداد حدة المرض عليها في أواخر التسعينات لكنها عادت للعمل الفني مع بداية الألفية الجديدة من خلال المشاركة في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية وعادت لتقديم الأعمال السينمائية بظهورها في ثلاث أفلام في عام 2006 بعد انقطاع دام 11 عام منذ وآخر عمل سينمائي قدمته وقدت دور البطولة المطلقة في فيلم بدون عنوان عام 2009 عاشت الفنان الراحلة مرنة المهندس حياة مليئة بالألم والمعاناة من المرض الذي ألم بها في سن مبكرة وزاتت المعاناة عندما تم تشخيص مرضها بشكل خاطئ لتكون حياتها عبارة عن تناول أدوية وانتظار النهاية حيث وكشفت مرنة في لقاء قديم أنه تم تشخيص حالتها بأنها مريضة بالدوسنتاريا وظلت تعالج منه وازداد التعب عليها أكثر في لقاء قديم لمرنة يعود تاريخه لعام 2014 قالت مرنة تناول العلاج الخطأ ساعد أكثر على المرض ولم يصبح لدي مقاومة من الضعفة الذي وصلت إليه وبقيت ما بين إيد دكتور لدكتور ومستسلمة لأي حقنة أو أي دواء ممكن يقضى عليها حتى قررت السفر للخارج وكانت أول رحلة في ألمانيا وهناك رفض الدكتور إجراء العملية وقتها لأن النسب نجاحها كانت واحد في المية فقط وأضافت مرنة كان وزني في ذلك الوقت 35 كيلو فقط فنظر الدكتور إلى شكلي وعرف سني فوجد الموضوع صعب وقال إنه لن يستطيع إجراء العملية رجعت مصر وأنا مستسلمة جدا لكل حاجة وكنت منتظر اللحظة اللي ممكن يحصل لي حاجة فيها لحد ما الحمد لله وصلنا الحل إني أسافر أمريكا فعند مقابلت الدكتور وإغباره بحالتي وطبيعة الأدوية التي كنت أتناولها اندهج بشكل كبير وكشفت مرنة كنت أتناول يوميا على مدار عامين 12 حباية كورتيزون و6 حبيات انت بيوتك 500 ملي وما فيش أكل نهائي فظروفي ما كانتش تسمح لي إني أكل عيشت سنتين ما بعرفش أضحك لما أقول كلمة بيبقى وراها الدمعة والأكل مش بحبه والناس كلها مش بحبها ووشي كان كئيب ومش فارق معايا أي حاجة في الدنيا بس كنت عاوزة أخف علشان عارفة إن في ناس بتحبني قوي مش عاوزاهم يزعلوا علي وأكملت أما رحت أمريكا اتشخصت حالتي بشكل صحيح بأني مريضة بمرض جديد وليس له علاج معروف وهو التهاب القولون التقرحي وهو مرض بييجي للناس اللي بيحسوا زيادة عن اللزوم فهو أساسه نفسي وبعد التشخيص الصحيح عملت عملية واستقصلت نصف القولون وبعد ذلك سافرت إلى لندن واستقصلت النصف الثاني وأصبحت حياتي كل حاجة فيها صعبة الأكل والشرب والضحك والفرح والحزن صعب وأكملت مرنة بعد ذلك حياتها العملية حتى عانت مجددا في 2015 من مضاعفات جديدة تسبب فيها مرضها الأول إذ أصيبت بنزيف رئوي كمضاعفات ناتجة عن نقص الصفائح لأنها كانت تعاني من السرطان وتعالج منه بأدوية كثيرة حتى بعد الشفاء منه وتسببت هذه الأدوية في نقص حد بالصفائح الدموية وذلك على مدى سنوات حتى تدهورت حالتها وأدت للوفاء من المواقف الصعبة التي تعرضت لها مرنة أثناء فترة مرضها كان أثناء تقديم مشهد أمام الفنانة ليلة علوي في مسلسل تعالى نحلم ببكرة وهي تعاني من نزيف ولم تكن قد حصلت على طعام أو ماء منذ 3 أسابيع حيث غادرت المستشفى وتوجهت إلى مكان التصوير وأبلغها المخرج بقدرته على إلغاء التصوير ولكنها رفضت حيث استجمعت قوتها من أجل تصوير المشهد مشاهد صعبة عيشتها مرنة المهندس أثناء تجربة المرض الأول التي مرت بها بعد ما كانت تتولى بنفسها تنظيف المسران الذي كان خارج جسمها بعد إجراء الجراحة حيث وضع داخل كيس وعلمها الأطباء طريق التنظيفه بعد ما كان الطعام يصل إليه أثناء تواجدها بالمستشفى تحدث الفنان أمير شاهين الذي ربطته بمرنة علاقة صداقة قوية لسنوات طويلة ثم علاقة حب لم تكلل بالزواج وقال أمير مرنة لا تنسى لم أعرف في حياتي إنسانة بطيبتها ورقتها كانت صديقة الجميع لم يختلف عليها إثنان بل كان الكل يحبها ويقدرها ويحترمها وظهر هذا الحزن الشديد عليها بعد فرقها من كل ما نعرفها وحتى من لم يعرفها شخصيا وأضاف أمير مرنة حب عمر الذي لم ولن أنساه أبدا كنت أعرفها منذ سنوات طويلة ربما قبل أن نعمل معا بمسلسل نجمة الجماهير ظلت صداقتنا قوية ولكنها تحولت إلى شعور آخر جمع بيننا وهو شعور بالحب بكل التفاصيل وظل حبي لها وحبها لي إلى أن ذهبت وتركتنا كنا نستعد للارتباط والزواج ولكن ظروف مرضها ورحلها جعلت القدر يأبى إتمام الزواج ورحلت مرنة وتركتني ولن أنساها وسأتزوجها في الجنة إن شاء الله وعن تفاصيل أيامها الأخيرة قال أمير كانت في قمة التعب والألم والمرض يشتد عليها بشكل رهيب ولكنها أقسم بالله لم تترك فرضا كانت تصلي حتى يوم وفتها وظلت تصلي وتقرأ الكرآن حتى رحلت برغم إنها لم تكن تستطيع الحركة لم أتركها لحظة ظللت بجانبها حتى تركتني حتى آخر لحظة في عمرها وعن شعوري وقت رحلها لا أستطيع أن أصفه ولم يحدث أن شعرت به قبلها أو بعدها ورحلت مرنة المهندس فيه هدوء تام بعد مشتد عليها المرض والألم في 5 أغسطس عام 2015 عن عمر ناس 39 عام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر